اشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس لا يصدق النصر السعودي يفرح حكيم زياش بخصوص التعاقد معها أكدت تقارير إعلامي أن النصر السعودي لم ينسحب بشكل نهائي من صفقة ضم الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلس الإنجليزية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ونفى الإعلامي الرياضي بين جاغوبس انسحب النادي السعودي من صفقة الزياش لحدود الساعة بعد الأخبار التي راجت في ساعات الماضية ونقل موقع قول العالمي عن الموثوق بين جاغوبس أن إدارة النصر لم تولق الباب بشكل نهائي حتى هذه اللحظة أو كما جاء نصا الصفقة لم تفشل بعد لكن هذا سيتوقف على موافقة النادي اللندوني على الشروط الجديدة وأفد نفس المصدر بأن النادي النصر قام بتقليل شروطه في الصفقة أو بالأحرى تقدم بعرض آخر مخفض بعد اكتشاف مشكلة حكيم في الركبة لتبقى الكرة في ملعب صاحب الشأن والمسؤولين في السانفورد بريدش إما بالموافقة على العرض المخفض وإما بإغلاق المفاوضات بشكل نهائي على أن يبدأ النادي السعودي في البحث عن خيار جديد ونفس الأمر بالنسبة لزياش الذي يسابق الزمن للهروب من ناديه الإنجليزية وتعرض الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيس الإنجليزي لكرة القدم لضربات مؤلمة تهدد عملية انتقاله للصفوف النصر السعودي خلال الملكات الحالية وفق ما نشرت صعيفة ميرو فإن حكيم زياش فشل في جياز الاختبارات الطبية تمهيدا للتوقيع مع النصر هذا الصيف خبر عاجل المنتخب المغربي الأولمبي تلقى ضربة موجعة قبل ساعات من مباراة مالي غاب الدولي والمغربي عبدالصمد الزلزولي المحترف في الصوفوف فريق برشالون الإسبانية عن الحصة التدريبية التي خاضها المنتخب الوطني الأولمبي يوم أمس وحرمت الإصابة عبدالصمد الزلزولي من المشاركة في الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب المغربي لأقل من 23 سنة استعداد لمواجهة المنتخب الماضي إذ يواصل الطاقم الطبي للعناصر الوطنية مجهودات لتأهيل الزلزول للمشاركة في نصف نهائي كأس إفريقية للأمم ويواجه المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة اليوم منتخب مالي على أرضية المجمحة الرياضي الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط برسم نصف نهائي كأس أفريقي للأمم التي تحتضنها بلادنا إلى غاية الثامن من يوليوز قرار مفاجئ من المدرب وليد راقراجي بخصوص ضم كل من إبراهيم دياز وأمين عدلي تكلف وليد راقراجي الناخب الوطني شخصيا بملفي إبراهيم دياز وأمين عدلي بتنسيق مع بعض المقربين منهما لإقناعهما بارتداء قميس منتخب أصد الاطلس اعتبارا من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها الساحل العاج في يناير وتوصل وليد راقراجي بمعطيات جديدة تخص رغبة اللاعبين دياز وعدلي في ارتداء قميس أصد الأطلس في المرحلة القادمة إلا أنهما مترددان في حسم قرارهم النهائية مقررا منحهما مهلة آخرة وحدد الشتنبر القادم لاتخاذ قرارهم النهائية إما اللاعب لمنتخب المغرب أو التراجع نهائيا عن فكرة ضمهما إلى كتيبة القائد رومان سيس ويعتزم الرغراجي استدعاء اللاعبين دياز وعدلي خلال المعسكر التدريب المغلق في الرباط في الشهر شتنبر المقبل للتحضر لمباراة ليبيريا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائية كأس أمم إفريقيا وعليه يريد أن يحسم هذا اللاعب قرارهم بسرعة حتى يسهل دمجهما بسهولة في التشكيلة منتخب أصود الأطلس المدير الرياضي لفيرونتنا لم نتوصل بأي عرض رسمي لأمر بط كشف جوباروني المدير الرياضي لنادي فيرونتنا الإيطالي لكرة القدم أن إدارة الفريق لم تتوصل إلى الآن بعرض رسمي لضم سفينا مرابط خلال الميركات الصيفية وقال جوباروني في تصريح سعفيق قبل حضوره الاجتماع الخاص برابطة الدولة الإيطالية إلى حد هذه اللحظة لم تصل عروض وبذلك أمرابط يبقى لاعبا مع فيرونتنا في حال وصول عروض سنقيمها وارتبط اسم أمرابط بعديد الأنذية منذ انطلاق فترة الانتقالات الصيفية على غير ريبر شالون وأتليتيكو مادريد الإسبانيين بالإضافة إلى فروق الدورة الإنجليزية الممتاز مونشستر يونيتد واتوتنهام وليفيربول وكانت صحيفة فوتبول إيطالية كشفت يوم الأحد الماضي اقتراب نادي مونشستر يونيتد الإنجليزية من حسم التعاقد مع سفيان أمرابط من خلال الموافقة على مضاعفة راتبه الحالي مع الفيولا وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مونشستر يونيتد ستعمل على إقناع في رونتين الإيطالية الذي حدد مبلغ 30 مليون يورو كحد أدنى لبيع أمرابط لأي فريقين في الميركاتو ويرتبط صفين أمرابط بعقد مع في رونتين يمتد إلى غير الصيف في السنة 2024 مع إمكانيات تجديده لموسم إضافي حمد الله يطلقى ثلاثة عروض للرحيل عن الاتحاد كشفت صحيفة البلاد السعودية أن الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله قد قرر الاستمرار مع الاتحاد رفضا ثلاثة عروض من الدور السعودي في الفترة الماضية وأشرت الصحيفة إلى أن الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله تلقى عروضا كثيرتان من أندية سعودية ولكن اللاعب يريد البقاء في الاتحاد هذا الموسم ونجح حمد الله في تتويج بجائزة الحداء الدهبي لدور روشن السعودي في الموسم المنقضية بعدما تصدر قائمة الهدفين بواقع 21 هدفا كما قاد الدولي المغربي فارقه الاتحاد للفوز بلقب الدوري وكأس السوبر السعودي مدارب المنتخب المصري الأولمبي يشكر المغرب تقدم مدارب المنتخب المصري الأولمبي روجر ميكالي بالشكر للمغرب على التنظيم الجيد والمحكم لكأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة وانتهز ميكالي بالندوة الصحافية الخاصة بمواجهة غينيا الفرصة للإشادة بالتنظيم المحكم للمغرب لبطولة أمم إفريقيا أقل من 23 سنة شاكرا الدولة المغربية على تفوقها وتحدث مدارب المنتخب المصري عن مواجهة غينيا مؤكدا صعوبتها لقوات الخصم وقدرة على خلق المتاعب قائلا نمتلك محلل أداء قام بتحليل نقاط القوة والضعف منتخب غينيا ونسعى للعمل على هذه النقطة ويلاقي المنتخب المصري اليوم تلتها نظره الغيني على أرضية ملعب طانجل كبير في نصف نهاية كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة انطلاقا من الساعة السادسة مساء ترجمة نانسي قنقر